الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكن في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فعسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سميا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنا يقول لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أقبغيا قال كذلك قال ربك هو علي حيا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبثت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذ النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت لسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قل جعل ربك تحت جسريا وهزي إليك بجذ النخلة يساقط عليك رطبا جنيا فقلي واسعبي وقري عينا فإما ترعين من البشر أهدا فقولي إني لذوت الرحمن صعما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحملوا قالوا يا مويم لقد جنت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوكم راسوي وما كانتهم مكبريا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وعصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مويم قول الحك الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول لكم فيقون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويذ للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وعبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في وقلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكن في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قل جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك سراطا سبيا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتقول للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأوجمنك وهجرني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي هفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى عسى ألا يقول بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صلك عليا واذكن في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ولاديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخوه هون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق العاد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين نعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف عضاء الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ويا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعدهم أتيا لا يسمعون فيها لرا إلا سلاما ولهم فيها ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فعبله واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مدت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يقش هيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحذرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهما شد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها رسليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وثاثا وليا كل من كان في الطلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو أشر مكانا وعطع فجندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرعت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب عم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرث ما يقول ويأتينا فودا واتخذوا من دون الله آلهة ليقولوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا ألم ترى أن أرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جدتم شيئا إدا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخرن الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصرهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فعدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن لدا فإنما يسونه برسانك لتبشر به المتقين وتنبر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحص منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ما أنزل عليك القرآن لتشقى إلا تذكعتا لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجعوا بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك هديث موسى إذ رأى نارا فقال بأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجل على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاغلعن عليك إنك بالواد المقدس ضوا وأنا اخترتك فاستمع لمن يرحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني واكم الصلاة لذكري الله أتمنى شكرا اشتركوا في القناة شكرا شكرا